بقولوا عن كلمة لو إنها ما بتعمل بيوت وبقولوا إنها وسوسة من الشيطان دائماً كلمة لو مرتبطة بكل ما هو سلبي يمكن لأنها بتنبش بماضي ما صدقنا نسنا ويمكن لأنها بتخلينا نحس بالندم اللي هو شعور بشع جداً لكن ماذا لو طلعنا على كلمة لو بعيون إيجابية ممكن تكون سبب نجاحنا، ضحكاتنا، قوتنا ولولاها كان موصلنا لهون أنا غاد الشيخ وأهلا وسهلا فيكم في بودكاست ماذا لو طبعاً مش عارفة أعمل الإنترو من وراء الحركات اللي جندي ضيفتي لليوم أول ظهور إلها خارج شاشة موبايلها أول ظهور إلها على الأرض مديرة أعمال فنانة زين عوض ضيفتي رجاء حبيبتي أنا أقول لها نهاية إنتي علاية، إنتي بسطل على حبيبتي حبيبتي ما عرفت أعمل إنترو منك ليه مشكلة ليه معاجبك حسستي، حسيت ما معاجبك كلمة لو بكرحها ليه؟ بكرحها لو والندم وكذا وهيك أنا الحياتية لو هذي دليت ولا عمري؟ ولا عمري هس مرات بتأخر على واحد بشغلي أو كذا شو بيقول لي لو جيتي كان أعطيتك بقول ليكس، يلا نكست تعالي بعدك لأنه لو بتزعل ندم لو من أخوات كان وإننا وكذا وهي كل شيء عافيك أنا لا من أخوات كان ولا من خوات لو إيش حرف نصب لا أولا حرف نصب دكشي تشربينه إشي مصورة؟ يلا هلما انتي أخرتنا رجاء ساعة ونص آه، بكن في حطرة مصر أصبق لها القهوة بعد الـ الله يسعدك أول إشي سؤالي الأول أنت مين؟ أنا مين؟ رجاء وبس من دار بس رجاء رجاء كيف أنت مين؟ مين بتكوني مديرة أعمال زين عوال؟ أنا كنت تختيم جوازات فترة في فترة بعدين حسيت أني كمرأة وكذا وهيك بدي أروح على مكان يظهرني فتعرفت على زين عوض في حفلة كانت بدي أحد يصورها ومت ضايقة ومت خانقة هي والبوديجارد وكذا قلت لها أنا شو رأيك؟ حبتني حسيت فيه سنسير نس أكتب فقلت لي خلاص لا يكتب لا يكتب لا يكتب طيب شو قصة المكيودات؟ والله المكيودات هؤلاء عايشين معنا بكل عصر فأنا ناوي أكمل مجيستير تماما عنهم؟ نعم أحضروا موجودات كل مكان شو ما هي عايش مواصفات المكيودة؟ المكيودة هي نارسوسس على كبارة يعني الشخصة اللي بدهاش إليك الخير واللي عام لحالها بتحبك لكن هي ما بتحبك كيف بتبين كيف تظهر؟ ماذا لو أن بدي لانجوج آه لانجوج يعني هسا كثرة أن انتي بيقول لك يي محلى حلقك كثير حلو الطايجر هان بيكون بيعم ارجع لنا شوير جاء ها تكون مثلا جوات نفسها بتكون يي لعب صلصيفي بالشتاء مش حلو آه ما تقدمها هاي آه سمبل اند ايزي طب ماذا لو أنا يعني اضطريتي أنك توعدي مع وحدة مكيودة كيف تتعاملي معها؟ بقدر أموري باب بعرف بلها كيف؟ بسوكجها اعتبريني أنا هاي انتي؟ يلا ايش وان تو سري اكشن حلو بلايزرك رجاء حبيبتي شكرا تسلمي وانتي حلوة بجننة يسعدك يا رب حبيبتي يسنانك هذول ايش؟ ضبه ولا لا؟ ضبه ايش يعني ضبه ضبه ايش يعني ضبه ضبه يعني مركبة تركيب ولا بنيير ولا لا؟ لا هذا بنيير بنيير جننة حبيتك انا انا حبيتك حبيتك حبيت شارك نعم تسلمي حبيبتي صعب تعرف المكيودة صعب تعرفيها تعرضت لموقف هايك؟ ليش؟ انتي ولا زين عوض؟ والله انا وزين عوض حكينا عن زين عوض عمرها تعرضت لوحدة مكيودة كثير بس زين عوض طيبة يعني طلها هيك تاخد الامور بحسنية انا بعرف بعرفهم مكيودات في جهاز كاشف للكذب عندي بس سمعت انه طيبة يعني انتي سهلت علي انه الطيوبة زين عوض بس عملت لها مشاكل كتير صح؟ الطيبة مش مشاكل يعني حطتها في مصايد وفخ وهيك اه فقلت لا انتي لا تتعاملي مع الناس خليني انا في وجه السحر عندي الموضوع اه لانه هي بتتعامل زي ما هي بتفكه اه فالناس بدها وجه ثاني ايش في هيك موقف مثلا قلتي ماذا لو زين عوض مش طيبة كان ما صار اللي صار كان ما صار اللي صار كثير شغلات يعني ناس تبين محبة وبعدين تطعن في الظهر تحكي عليها تقولها انا بس اليك وانا مخلص اليك وكذا كشغل وهيك وبعدين يتعانوها في الظهرها يعني بالوسط الفنية كلها يعني ايش احكي اسماء نا بدك تحكين ما تحكي اسماء كل وسط فني وكله اه كلهم تبدين ليه لأنشاطها حلو مختلفة غير اندرجنس يعني راقية كذا وهي كويش اه وانت كيف واجهتي هذا ما واجهتي يعني قلتي خلص انا بدأت صدالها هسا بعثتها شوي عن الوسط قلت لها انت ضلك في منقه بعيد دمي سهي وهي كويش وكذا قلت لها انت بعدي وانا خليت مديل والدم ما رفتك كيف صرت كتع تليت على كتع طب هالرجاء لأت يعني من حسابات على السوشال ميديا وسيلة انها تفش قلب زين عواض ممكن هس انا بفش حالي انا مش زين عواض اه ومرات هي بتعطيني مواضيع انا بطع فيها زين زين الوحدة مثلا ماذا لو اجت وحدة قالت لك انا بحس هذا الموضوع باستفزك كرجاء ماذا لو واحدة قالت لك شو في العرش لابني شو في العروس لا انا مش خطابة بالنهاية شوفي انا بتجيني مشاكل كثير على الاسطاقرام بحاول احلها زي؟ زي مثلا حماتي جوزي نرجسي كيف اتعامل معا اخوات جوزي مكهورات مكيودار اه ام جوزي بتكرهني يعني كفير عقد وهي اكل اشي عقد ليه عندنا هاي العقد ايش سببها؟ مجتمعنا رجولي ذكوري اه 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 ايش في هيك نصائح تحكي لها؟ يعني احنا كلمة نرجسي كتير من اسمعها نرجسي 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 نرجسية يعني صار من هبه ودا بيحكي اول مشكلة اه ايش كان نرجسية صح شو اللي بثبتلي انه هذا الانسان نرجسي؟ اه هسا بكون متقوقع حوالين نفسه اه حب الذات اه اه ثري داي منشن اه بتطلع عليك من ثري داي منشن لا هو بتطلع عليك من ون داي منشن مصلحته كيف ممكن انتي مثلا قاعدة استفيد منك اه اه استغلك وبالتالي بس بديك تردي علي اذا عملتي اشي عنده سيطرة عليكي هكي نرجسي اه اوكي بدي اروح عن لتجربة خاضتها مؤخرا رجاء رشحت حالة الانتخابات نعم هالحالة فكل حاض يعني انجحت لنهاية في صناديق الاقتراع انجحت خات نمبر وان اه طب وان يعني مش شايفين داع عندي ما يجلس بكذا بس ما شفنا يعني انا بغطي انتخابات قسم المكيودات مش مطروح على العلن خبوك اسم المكيودات يعني انا منهم مثلا مكيودات لا لا انا واحدة بتغطي انتخابات شو اسمك انتي اي حرف انا غير غا غا مش مشمول مين مشمول الشدى والندى وبدى وهلول بس هاي يعني هاي المستقل الانتخاب ما اعلن لا لا انت ما بتعرفي عنها هذي عندي يعني انا عمل هذا وهم مش وهم لا انتي بدك تحقيق يعني افدا يا غادة وجود موجود لما اطلع انا على السوشال ميديا اخاطبكم خلاص هذا مش وهم مين يعني انتي خاص بك تقنعين انه انتي نائب صحيح شو الملف الماختين ملف جرائم وهيك اه اه لا توترت لما قلتلك اي ملف شوك لو ما عندك ملف ولا توترت اي شي مصطورة شوابة شوك لو شوك لو مسموح الهام اه لا عادة اشي هي عادة اه خرفطي اه والله لا توترت لما قلتلك اي ملف ماسكة شفتك هاي تتحرك التحت ليه شعارف لا انا ركبولي يعني شغلاتيك شان اقدر اطلع دراحتي وكذا اه اوكي اه قلتلي اي ملف ماسكة ملفة الجرائم 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 الالكترونية وكذا ونتنمر طب انت كتير بتمارسين لا لا انا اعوذ بالله اعوذ بالله لا يعني لما تحكي عن واحدة فلانة مكيودة هاي تعتبر جرائم الالكترونية لما تحكي عن السوشال ميديا لما احكي عن واحدة بالعاكس انا عم بحاول اعمل اصلاح شوكي طالما غادة انت عم تعملي اصلاح بين الناس فهذا مش نميمة ولا كيد عسرت نميمة هيك لماذا لو رجاء انعزمت على جمعة نسوان هاي هاي تعطي الفطور الصباح شو ابرز الموضية بيحكوا فيها اه بحكي عن بعض بحكي عن بعض هاي شو سوتها هاي شو عملتها تقريتي هذي سافرت هذي درست ابن عادي خطبت بنتها هيك او شافت واحدة دائرة بين الصواني بتقولها بتقول تبرم هذي مين ما اخذه هيك بهمهم هذي الامور طب انتي بتشارك بهاي الموضية والله بسمع مستمعة مستحيل تشاركي لا لا بترك الجلسة اذا بوبرمن على حدا طب لو ودينا هيك الكاميرا ماذا لو كان في جلسة مثلا نجال بيحكوا ايش الموضية الرجال بيحكوا عن نسوين كيف يتصيادوا هيك ما هو صياد الرجل اه عرفت كيف هم تحمينك انهم بس كيف هنزل فية زلما Grant لا كلها البيبنت نسوينجيا مالك। اه متخرجوا علىة تدريس بعض اه موالله والله في البنت تشوفك كصر لا لا بس ب سك بتحب تفصل بلوزية ها بلوين طبعاً بطط رجل هات سنتيمترات شبش بوتوكس أخلا تقولي لي الرجل مسكين بهذه آه والله لا بس عجد فيه هلأ ممكن نلاقي رجل مثلاً أبداً مش نسواجي يكون فاعلاً مخلص قلباً وقالباً لزوجته شو في أحكي لك هذي معقدة لك كثير حلو سؤالك على فترة أستاذي غابا شكراً إذا الست كانت منتهى ذكاء بإنها تتركه ينمي رجولته تعطيه مساحة مش يضيع بس تشعروا إنه هي مكتفية هي فل لما تشعروا إنه هي فل هلا بني مارس رجولته وعك تفكر فيه رجول ما بني مارس رجولته بس لما هي ما تشعروا بغيرتها وبالنيد هذا إنه اهتم فيه حبني تعال ليش اتأخرت ليش رحت ليش رجعت لحاله بصير يتراجع عامل الخيانة الخيانة بصير تروق شوي بصير يقول لك ليش أنا أخونها أنا أقبل هذي قوية بحب يحس الصدقية أوكي بس بالمقابل في رجال بقول لك طب لا هاي ما لها إيش ليه ما عم بتغير علي لا لا مش هيك الموضوع هو نسبة وتناسب مش من مرة زي نبيل وهنا هذيك مزنونة مزنونة حذيك نسبة وتناسب كيف ها أنت عالة الأنوسة عندك يعني أنت في الدار مش تدوري شمطاء كاشا لحوش ريحتك طالعا شعرك مزيت الرجل بيشوف حتى لو زوجك ترى بشوفت شو عام ليش مسوي هاذ إشارة إلو إنه I'm here أوكي I'm here dominant مسيطرة أنا آن حلوة صحية محمد ومش معاي محمد أمو صرحان عرفت كيف يعني ماشي بالبيت مسيطرة حلوة أنا ما عم بقول تصطنع لكن إذا إنتي هتميت في حالك هذي رسالة مخفية لزوجك I care about you عرفت كيف أوكي وما تعمق عد تسأله وين رحت وين جيت ليش ما عطيتني ليش ما عملت لي أنت متغير أنت كذا لا شعوريا الزلمة بروق التستسطرون هاذ بهدارس آآ بقول له اوكي هذي قوية طب عشان هيك اتهمت بس أنا بعض يعني بسمع قصص حولي الناس هيك أصوات الناس مثلا بقول لك طب أنا عملت هيك ومسلا ما هيك برضو تطلع على غيري أو خاني أو 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 هل تشوفي كل الزلام نسخة طبعة واحدة يعني إذا خانك بفكرك إذا روحتي على غيره هيطع كويس هيطلع في حوفة ثانية فأقعدي وسكتي والله والبدي والبدي هذول اللي بقول لك حبيت واحد تركتي ولا هدي أبصر عيش كله كله حكي فاضي أقعدي في دارك ونصوني جوزك وكذا وهيك وش بس لفت انتباهي أقعدي وقلبي يعني هلأ صار ليتلي وغروبات النساء وكذا أول نصيحة صارت اطلقي أهربي مين اللي بحتيها؟ كثير في بنات منصحوا بعض اطلقي أهربي اتركي ما عم بتلاحظة انه صار في يعني بطل الوحدة فيها حل تتحمل ما هو شوفي صارت المرأة تشتغل وكذا وتطلع وأخذت عن الرجل كتير كمان هو زادها يعني زاد عن حده صار يركن صار يركن بطلت المرأة تتحمل ففي مواقف أنا بقولك إذا بضرب بشرب برجع البيت سكران طيخ على الكندرة لا هذا تطلقه اه اوكي طيب بنا نروح شوي هيك على الغنى على الفن نعم ايش أكتر غنية بتحبيها لزين عواد بصوت رجاء بحبي يطلت المعني البرجن الثانية طيب أعطينا اللي هي بك غنية اه انتي عارفة أنا لسه مش مرتاح للمقابلة ليه مش متاكتك ما بعرف بحض بيش حرم بدك اطلقت لأسيullie صاحبات لا تهب rather هم ايتعلموا ما لدوح اللي عبادي اي صاحبنا روح بانرح طيب افرد وجهة كما ليه مش مرتاحة مش عارف هيا مخنوقة طيب زي شبح الكاميرا ما بعرفiform . Pay期 عندك اشيو رب기 اه دeng browse هل تركبيني عقدة انت؟ لا انت عمل لك ما عليك يا غادة على الصعب انت بيش مكيودة لا ما انت بتخليني غير عن الشاشة اسمه اغير لك جو ابو زهدي ايوه احكي لنا عنه شوفي تحنو ان ابو زهدي برج الاسد اه انت اش برجة؟ انا لدلو اه توافق بس مضل نزبح اوك ابو زهدي طيب وكذا وكذا بس عنده الايجو عالي يعني بتقدريش تحطيه عند حده ايوه وكيف تعاملت مع هذا الموضوع ايه صرت معتنه مساجهات المشاكلة اوكي يعني كابل كنت اواجهه نتدبح نتدبح نرفع مخدات ع بعض لا والله هس عقلت له اسمعت The only solution is to send you by email المشكلة واستقبلها عادي بيستقبلها بس انا بكون بالضايا بدي اواجهه بدي حكيله انت كذا طب رجاء والفنانة زين عوض وزين الام نعم احكيلنا عن التنقلات واش في تشابه ايش في اختلاف بين هاي الثلاث شخصيات رجاء انسانة متحررة مقبلة على الحياة بتحب تحكي ايش ما بدها بتخطخ يمين و شمال بس اوكي اوكي زين عوض متربة مساحتها على المسرح يعني بتبدأ على المسرح صح جدا في ناس بقول انظلمة تمام ظلمة أنا ما بحب هذا الطابق لأنه بالعكس شي واس نت رادي نا وشي از رادي زين عوض بس أنا من الناس اششي ويست طين هن ظلمت كمان لا لا ما نظلمت مش حاكم انظلم شي واس نت رادي ما كانت هذه الشخصية اللي هيك نأ كانت بتحسب بتخاف بتختار بعناية هس هسه هي مستعدة تمام زين عوض مين بتذكره؟ الأم، زين الأم زين الأم حنونة كثير ويعني دو قلت لك استغلوها مين أولادها؟ آه كثير ليه؟ هاتي جيبي ودي سوصلي إعملي كذا بس هي بتحب هذا الجور انت كيف بتلحقي هاي القصص اللي تعمليها الصبح وبتروح وبتيجي؟ شوفي لما أحس إنه بهذا الفعل أنا راح أنا لهذا النتيجة يعني توصيلة مثلا محاسن ما تتخيلي غادة قديش بستفيد منها؟ ثيرابي البنت تنطلق تحكي كل إيشي تطلع لا تسحبي منها كل مش بسحب منها مش حكاية تسحبي هي البنت خلص تأمك ترتاح فبحس إني أنا ثيرابيست حلو ها فيزيوفرابيست على الطريق تحكي بتحكي بتحكي هذي كله منزدت عالجتار بطولة قد ما مبسط كيفا؟ أوكي وفقرة البيض انت فيه علاقتك والبيض بتحب البيض كتير البيض بيحطيني سعادة لأنه بروتين كويس الوجه بيعزز البشرة الكولاجين وطعمه ذاكي بيعرفة بالكيك ذاكي بالتطلي ذاكي في اللبنة في الزعتر وين ما رميتي ذاكي اه وبتطبخي بحكوا تطبخي بحب الطبخ بحب عجن كتير لما كوني الضيق حطيني عجن طب حكينا عن مهندس كل ما طلع العمارة بضيغهم علي كرحته هو ويعوانه وكلهم ما حاولت تلاقي حلم فيش عالم هم يقبع للدار طب ما حطيتي مثلا عازل صوت ولا عازل ولا اشي صحوني من لما حفروا بأول حجر كانوا بصحوني كل يوم ايوه وبعدين تبحنا تمانية لا تسعة لا نقولهم عشرة يضل تك 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 يعني حيوانة اه اوكي انا بردت اه طب ارجع بس دخلتي عسيرت عالم التجميل والازياء احكينا عن هاي التجربة تجميل والازياء لا يعني عملتين هاي كريمات وبرضه للصيف هات اضبطلك بس انا كامرأة بحب اعزز شخصيتي وكدا وهيك واسمع لكم منتج يناسب البناتك يحبوه ها طلع معي الزيت تبع هاي لازم حلك لك طلع معي الزيت تبع التسمير اوكي بس فيه فيدباك حلو عليه؟ اه والله حبوه هسا فيه مكيودات طلع برضو انه شمعنا رجاء تعمل زيت ليش مع احنا؟ مهي عاملة كيف انا اعمل لدي المنصة عندي اجيب ناس كونتشيومر اكثر هسرت اللي عاملة وصلني حكي ايش ايش وصلني؟ وصلني واحدة سين كيف رجاء تعمل زيت طيب وكأني انا يعني كأنها مصيادة اه كأن الحياة مؤامر عليها لانا قاعدة باستنى هتنزل وين لوز الناس غدا وين لوز انا هذا البكره في المنافسة وين وين يعني انتي قمة تتسع للجميع وما بتحس انه عندهم رضا خصوصا هاي اللي بنشهروا كتير وعم بيكسبوا من ويرا شهرتهم كتير حتى المنافسة عندهم صارت مفهم ها اني انا خايفة يروح علي خايفة مثلا رجاء تنجح او تتفوق علي خايفة زين عوا بتنشهر اكتر مني شو هات سببه حبيبتي هات سبب الفل وارسة ملعون فل وارسة والله مليون ومليون كله كذب كذب مش كل واحدة عندها مليون يعني هي ماصلة بتكون دم هذكي لتنجط طب ماشي طيب طيب العين العين تعودت على الارقام كل ما الرقم عليه العين بتكيف فانت دومي المخ البشري تافه طب ماذا لو ما في سوشال ميديا قديكونا رح نرتاح من الناس هسا السوشال ميديا كثير كشفت ناس كشفت ناس حطتهم ع الطاولة فانت بايدك تفتح عليهم او لا احنا اللي بنعطيهم صح ما بقولك الحق على اللي بتابع ما تشتيهنون بستضيفوهم بمقابلات كبيرة وكذا مهمة ما الحق على المقابلة الزلم الكل مقابلة صح طبعا طبعا طب زين عوض استغلت او عرفت تستثمر حالها بالسوشال ميديا يعني طلعت رجاء ومحتوى رجاء وكذا وهيك هذا الشي تشكر علي لانه شعرت في انه مش مساحة المهم هيك 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 ايش اللي مقيدها مقيدها التقاليد والعادات وثقار تقعيم هسا انتي لو تركتيها عرحتها انا بعرف زين كان قلبة جينة فارلوط لا والله عشينة جينة فارلوط شو بدك فيها وبنقافلة وصلني انها بت كتير مستلميتها هي مستلميتها لا لا انتي كمان اه هي اه شو ايش فيها ليش كتير ماخد الموضوع شخصي بحب الهالة تبعتها بخيل قوية كذا واشي وبتلعبت رجاء زي شطرانج مين متعاطفة بقصتها اكتر هي ولا بنقافلة لا هي متعاطفة معها المرأة بن لا انتي من الناس اللي مع المرأة ضالما او مظنوما ميش ضالما او مظنوما بيها تكون قوية فانا وراها وراها لاغير شخصيتها اطلع ال الدوميننت اللي انا بديها اللي هي ما بتتعلق بحداث مش عاطفية تنظر كمان اكتر كمان بس هاي مو بسهولة بتتسير لا مش بسهولة هادي تدرس كيف يعني بحب اليوم بحكي لما حاسم مصيبة مصيبة اذا انتي حبيتي للرجل وذبتي بدا بذيبه صح ولا لا صح خلاص حبسك عدة صرتي صح ولا لا طب يعني مثلا انتي بتنصح انها ما تعبر البنت اذا حبات مش ما تعبر انا بنصح اتقوي علاقتها بنفسها وثقتها بنفسها لدرجة مهما حبته ما تشعر انه اهم منها ما تشعر انه بضيع بدونها ايه هسا هذا فن لانه فن المسافه كمان بده اياك تحبيه وتقولي له احلاك وكذا وانت بتجنن فهي تمسكي اعصابك وهذا اصعب اشي على المرأة لانه ربنا خلق المرأة كلها عواطف هسا انا انا رجع البحكي لك مرات بكون ضعيفة في الحب بس اغلب الاوقات بشغل دماغت حتى عابو زهدي بكون مثل نفسي اعبطه هسا هيك نفسي اعبطه هههه بطلة لا اعرب الأول عابطته الآن اوه اوه انا صرت مع عبوطاش ه Luther 20 يشتاء بدون ابداً شيرين و حسام حبيب من الضحية الاكثر الساشوبي برضو الضحية الأكبر إن جنرال شريم لأنه استسلمت لعواطف المرأة اللي ودتها للهاوية صح She was very very عاطفية اموشن اموشن وحبته شريم حبته بس هل ممكن الحب يدمر هالأدى طبعا بيدمر ليش بس كتها من خناقها حبته واضح لو ما بتحبه ثاني يوم على القاضي قاضي القضاء صح ماذا لو صحت لك فرصة توجه رسالة إلها لشريم حبيبتي شريم انتي صوتك بجنن انتي صوتك طبعة فالبطن العربي بحلف وفيك بحكوا فيك باضطرب فالفش حلة من صوت شريم عبدالوهاب صح لا ضيحها لك على واحد مأمن متن متافه بيركبك مشكلة صعلوك قصير طوله 150 بس طب ماذا لو انتي فتة على هذا المكان لقيت حسام حبيب وصبرة على كل وباب وهربت وووو شو بتعبينيه؟ بأخضنه لحرم بازين عواقف بسيس دوو من عمتاكم عزت؟ أنا قلت هلأ بتضربه، تركشنين بحالة؟ هذا، تضربه فقدت أعصابي، تضربه كنت صريحة واضحة بعض الوقت تحتاج أنك تلعبي شطرنج الشخص اللي مضايقك لا تقولينه إنك مضايقني تخسري، تكس أو إقلي بالصفحة هذا مش نفاق، هذا جنون، بس في ناس ما بنفع تحكينها من الحقيقة حتى لو خدروا كي، أنا هذا متأكد منه من يوم نعم أحلام وزوجهم ما بيستفزوك؟ بيستفزوني بصراحة، وأنا؟ شوفي بتمنى لهم الخير وما شاء الله ربنا معطيهم كل شي، يعني من فلة من نعيمة يعني بس أنا عندي قناعة لما تطلع فت على الملأ وتسلم عجوزها قدام تقول لها صباح الخير يا فلان وبتطلع على العدسة هذه، فيه إش غلق، صح أنت عم تحاولي تغطي إشي أو تثبتي عكس إشي مدامك صحبة، يعني هس أنا وأبو زهدي وأعوذ بالله من نفس خلاص، نطلع نضحك ونلعب بس ما وبطلع بحكي صباح رو خير، صباح رو خير، جب لي ريش، اشترا لي سيارة، ما بحكي بكوز أنا فلي أعرف تقارب، مكتفية، طب حكي لنا عن نصائح يعني ما شاء الله، ما شاء الله، عشان ما تحكيني بغارو ما في لديك، نجاح حلاقتك أنت وأبو زهدي، عشرين سنة، يعني عشرين سنة قربت أكثر، إن كان ثلاثة وعشرين سنة، ما عدني سويلي عرص على عشر سنين نسيت حكي لنا إيش في هيك مطبات مريتوا فيها إيش فيه أبو زهدي، نحن نسمع إنه كثير دعم مسير زين عوض شوفي أبو زهدي رجل ما بلاقي زيه صراحة يعني جدا ديسنت محترم كذا وهي كوي شيء الاحترام هو اللي خلى العلاقة تستمر، نحترم بعض يعني محبش الكلمات البديئة، أمره مناداني مثلا هاي هاي ياه مجد وحكي كجد فيه احترام، والله الاحترام إذا فيه احترام لا حدا بمدئده على حدا ولا حدا بغلط على حدا الاحترام بيعطي العلاقة نظر لذل من الرقي صحيح، فإنتي في الصح يا أحمد؟ محمد، محمد، عباد، ياه فبيعطي العلاقة مزيج من قدسية صح. بصير أنت مهما تدبحتي معاه في وازع في احترام. مهما بس فيه. أنا وياه. الله يخليكم لبعض. أسئلة سريعة. ماذا لو كانت رجاء وزيرة التربية والتعليم؟ شو إجراءات بتاخدها؟ والله سؤال غريب هضمين أكشتي. وزيرة التربية والتعليم. أول إشي أدرج الموسيقى في المنهج. حيلو. لأن الموسيقى هي لغة العصر ولغة المجتمع المتحضر. فبحط الموسيقى باسيك في المدارس. بعزز مفهوم الثقافة والحضارة أكثر. يعني هسا تيجي للطفل. تقولي له وين مادبة؟ وين جرش؟ ما حيارة. طيب. أعطيني ثلاث معالم من الأردن معروفة. ما حيارة. وين وسط البلد؟ وين مطعم هاشم؟ بعرفو لك مطعم هاشم لأنه أكل. صح. لكن إحنا عنا تضليل في الأمور الخارجة عن المنهج. صح. كثير جديين. أنا بفكفكهم. أنا لو مديرتي التربية والتعليم. بخلي الجداول تضرب على الطبلة. حينو. بخلي المس تخدهم مثلا تعطيهم الدرس بجبل القلعة. حينو. كنت في التفاعل يا أكتر. حينو. بسوي الامتحان أداء على المسرح مثلا. مش قراءة كتابة. حينو. كثير أفكار تطلعي. حلو كثير. ماذا لو رجاء وزيرة داخلية؟ ماذا لا تفوتين في السياسة. حينو أنا وزيرة داخلية. بدخل. بدخل المجتمع المقيدات أكتر. في المساء. كبرنش. كسهرات. كطلعات. ككذا. بخلط الحابل بالنابل عشان يدو قنبي بعض. ليه تكره السياسة. مش بكره السياسة. أنا بحضر سياسة عفكرة كل ليلة ثلاث ساعة. من كل حدا. عشان لازم أكون عارف عش بصير في البلد. ولكن قد ما هي بتشتت وبتضيع. بالأخير بس تسلم. يعني بكل حالي اللي بتهم ما بتفلسفش. صح. فانتي بس اسمعي وحلدي وتعلمي. بس لا تطلعي تحكي. تتفلسفي. آه ما تتفلسفي. ماذا لو يعني صحت لك فرصة إنك تألف غنية. إيش هيكون مضمونها؟ والله أنا بقلقها كذا. يعني هيكون مضمونها عن الإنسانية. إيش فيه إنسانية؟ وكيف إحنا نصلح المجتمع لمجتمع أفضل. عرفت كيف يعني وداعا للنمينة. وداعا مثلا للتراهات. حاستخدم كلمة التراهات عشان عوزن مكيولة. طيب هون في براويس فاضية. ها تك الجننيني هسا لعبس نبضارة. ايش لو صحت ماذا لو صحت لك فرصة تعبيهم صور. يا الله. قاعدة بتعملي هيك مع كل مطرق. ايه مع كل ضيب. اختار صور مثلا براويس تحبي. بصاحبيني أكثر. يعني تعبيهم صور. صور إليك بتحبيها بتعني لزين عوض لمحاثن لأبو زهد. لرجاء. هسا في المدل في النص بحط ابو زهدي عشان ما يزعليش عامل هيك. هيك يعني هيك. عشان اخلص. بحط أمه الله يخليها حماتي على اليمين. صحب انت وحماتك. جدا. هلا بنحكي. بحط ابو زهير عشمال. اه. امي امه. اوكي. من فوق ابوي المرحوم بحطه. الله يرحمه. ها ها. حبه ابوي. هو بامريكا في صورة الباخرة في جنن. حلوة. محاسم بحطها لانه بتفكر اني انا ما اخذ حقها وبدلع زهدي بحطها تحت ابوها. اوكي. وصلت يا محاسم. اه. طب زهدي نسنا. اه لا زهدي حبيقي زهدي. زهدي القلب. اه. بحطه جنب ابو جنب حماتي. اوكي. ايه. السباق الصور بحط بورجر بيض. بيض موتي على البيض. اه. احب اصفر ابيض كذا. طب اكتر صورة لزين عوض بتحبيها ممكن تحطيها مثلا على هاي. هاي بحب صورتها لعوصب. اه. 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 يا عمي. طيب كنا كنت احكي على أصف يعني. في السياق الغنى. نعم. مستحيل يعني تخلص الحلقة بدون ما تغني. تغني. انا عندي بقولك يا طراتي هماني. اعملنا تو برجن. اوكي. اوكي. بحطة لزين عوض وحني. طب. طب. يبتحكي يا ترى بتهواني مثل ما أهواك جاوب على الشاني جاوب أترجاك طب لي آية ترى حبك جنوب للثاني من أكون يلا يلا زكف يا محمد لا يسأ إيه؟ تريكد أنت يلا 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 في لش تتعوني معاه؟ والله يعني شغله كثير حلو لأنه مؤدب ومخترب شو أرجعك شو أرجعك محمد؟ زي؟ بس الرجال غير طيب بصوت زين عوض اسمينا بتعرفي تقلديها زين عوض؟ اه غني لنا هيك أجمل ما فيها الحياة نرسم بسمي على الأفغاد دزرع دمع نخليقه في الحب والإخلاص نعطي الخير كيف تحركي إداكي صح؟ اه 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 زي أمي هلأ عصيرة حماتك الله يطول عمرها اه في هاي من معتقدات الغلط عنا نعم إنه البنة دائما في علاقة عكسية مع حماتها شو السبب؟ أعطيك نصائح للبنات من وحي نصح؟ التربية حبيبتي يعني التربية قديش ابنت متربية وحتى لو تربت في مشكلة برضو حيطلع في مشكلة شوفي هي بالنهاية أمه أمه هاي سأنا سأليني زهدي ابني 24 ساعة معاه أنا اللي خليته يعرف يحكي يعقف يلبس يعرف يحلل يفكر أنا نسخة شقفة منك شقفة منك فأنتي بدك تراعي يعني هي بس رعيها الحماية الخوات جري انجرم بس الأم عطيها والله يعني مثلا مثلا الأم مرات بتغار يعني حماية لقيها مرات بتغار من مرت الإبن شوي بس إذا تلبسي تشبشب هيك بجيني مساجات ياما ورد أجيب من دفتمن عندي آآ إنه بدها تلبس زيها وكذا وليك هس أنت تواضعي أو تنشي أو تنشي يعني عليكي أنت متجوزة لا أحسن آآ أطنشي أو تواضعي كيف يعني تواضعي مشي مرقي أعمل حالك بجسامع مرة عمرة بتعرف إنه في رحمة أنت رحمتيها خلص بتروك صح رجاء شرعك بجيلي اليوم فاشل لا 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 اشي بصدم لا جاعدين على الرحمة وهيك وكذا آآ أنا بصراحة مش متفائلة كثير آآ لأنه كسلنين هاملين مرتقلين والله براكنين آآ فاك كثير سيطر علينا الفاك خطرة من وراء السوشال ميديا صح فهو هذا الموبايل الله يكفر ما بتحسيهم شبه بعض صادوا آآ شبه بعض أنا هاي ملاحظة أنا عم بتبع لها يعني كبادي لانجوج وهيك بيحكوا بطريقة غريبة صح إيش مالهم؟ بيحكوا بطريقة كثير غريبة وشبه بعض حس شوفي مقدرش نعمم بس البيت اللي فيه أم واعية وأب واعي مهتم لأنه الأم الأبصر وكمان هم مدمنين صح I think the quality time اللي بيضللك مع ابنك تمضي مع الوقت يعني تيجي محاسم نحكي صح على هذا تدخل تجييني على الموبايل بدخل زهدي برقيني على الموبايل بيحكي معي على الموبايل بجاوب وبرجع على الموبايل فدأ قللي سلوشن إنه لما يجيكي في مشكلة وتحطي الموبايل على الجنب هذا الوقت هو المحسوب آه أوكي طب نن نختمها هيك بنصيحة من رجاء للصبايا لأي صبايا بالضبط الصبايا عمان عربيات يعني إذا بدك نتسلسل أوكي نيجي مثلا لطالبات الجامعة طالبات الجامعة حبيت لا تكثري مكياجة الجامعة أنا ابني بيقول لي مام بحب مسح الجامعة تكون يعني هش حاط إشي طضيعية امرتبة بصيفة وروحي عشان تطلبي العلم مش عشان تلتحي لأني أنا كثير ريعة في الوقت أنا علومة عسكرية خمس مرات لا والله لا والله ليه نرجح راسب نرجح بعرقش غش بعرقش غش أوكي وقلوا لي غشي قلهم ما بحرق فهذه نصيحة للطالبات طب نصيحة للصبايا اللي خايفين إنه يفوتهم قطار الزواج ها هسه انتي بلا تخافي بتكلي على الله حط المنظوع في راسك لأنه إتس بايبس انتي بتجيبي بايبس الزواج لعندك اطلع يشتغلي روحي بجمعات طلعات خلي السئل النسوان تشوفك اهتمي بحالك رياضة اكل صحي يعني انتي افتحي قنوات الاستقبال طب الصبايا اللي قلبهم مكسور من ايش يعني فشل عاطفي فشل عاطفي حطي اغنية سكشة شك ورقصي والله انا بقلك انا كنت خاطب كذا وتركت خطيبة خطيت نوسيقى وعلم رايي طلع حالك ركزي يعني كلم رايي قدامك وربطي خصرك وظلك نطي لساعة ساعة ونص من سيب ماذا لو هايبي منك جب تصيرت خطيبك الأولاني يعني بدك توجهي له رسالة أضيح منيح لتركتك يا شخ منيح لت يعني بحمد الله كل يوم صعب ماذا تعطي نصيحة إلي؟ نصيحة إلك؟ غيرت؟ أعطيت كل حد مسائل؟ ما عطيني إيش أنت عش؟ أنا ما بعرفك بعرفت برجك العذرة بس إيه؟ عطيني قلتي لي العذرة بانتقده كتير؟ نعم بانتقده أنا بقولك شو؟ الآن العذرة مش عاطفية صح يعني بتفكر بعقلها يعني إذا حبت ما بتموت كذا بالدوء لا لا العذرة عقلانية بتحب وبتكيف عملية؟ عملية فبقول لك يعني حاولي توازني شوي أوكي طلع شوي محبة نغير الزلمة بحبتي والعذرة أنا بحبها آه صحبة مع العذرة نحنا بنحبك كتير حبيبتك مصيحة لعبادي عبادي عبادي اضحك زلمة خير قميصك لون تاني أي إشي أي إشي لأنه هيك معطيك طابع جدي وإنت مش جدي أنا لأكد وقتك كرد بنطمت رجاء شكرا كتير بسطنا كتير كتير بسطنا كتير كتير بس حاس حالي مكبس آه ليه أول ظهور إليك هانا نجد كبرتك آه يلا سيو حبيبتي يلا جيد لك كتير أره wir أره 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 دعه أره أره اشتركوا في القناة